تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة الرأي الكويتية التي نقرأ منها صينية تقاضي الحكومة الأمريكية وتحصل على تعويض ضخمة حصلت امرأة صينية على مبلغ قدره أربعمائة وستون ألف دولار بعد رفعها دعوة قضائية ضد الحكومة الأمريكية لتعرضها للضرب وحشية واعتقالها من قبل حرس الحدود خلال زيارة إلى شرلالات نياجارا واعتقد ضابط الجمارك عن طريق الخطأ أن السائحات الصينيات كنا ممن يشتبه بهم في تهريب المخدرات وأقاموا باحتجازهن على الفور والاعتداء عليهم اختنى لكم مشاهدين من صحيفة الشرق الأوسط الحكم بعشرين ساعة قراءة على ألمانيين بسبب مخالفة مرورية حكمت قضية ألمانية على شاب بقضاء عشرين ساعة في القراءة وجاء في قرار المحكمة الإدارية في مدينة ميونيخ الألمانية أن الشاب تلقى هذه العقوبة الغريبة لأنه قام للمرة الثانية بتثبيت لوحة الأرقام المعدنية على دراجته بطريقة تجعل من الصعب رصد أرقامها خلال سيرها واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية قوة أمنية أنثوية في الهند لمكافحة العنف ضد النساء تجوب شرطيات شوارع مدينة سياحية في الهند على مدن دراجات نارية مسلحات بعصي وأجهزة لاسلكية لإرساء الأمن والقانون في المدينة الذي تسجل فيها كل سنة أربعون ألف حالة اختصاب وتعرف المدينة بقصورها وقلاعها التي تجذب السياحة صحيفة الغد الأردنية مشاهدين عنوانت بين صفحاتها لهذا اليوم فتاة مصرية تترك وظيفتها لتعانق الدلافين قررت فتاة مصرية ترك وظيفتها سكرتيرة في شرم الشيخ لتتحول إلى مدربة دلافين قرار الفتاة لم يرغل إسرتها التي عدت أن ما قامت به خطأ كبير خاصة بعد أن علموا أنها قامت بذلك لكي تتفرغ لدراسة سلوك الدلافين في روسيا لمدة ستة أشهر ختام مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية وساعة بيكبين ستصمت لأربع سنوات يدق جرس ساعة بيكبين الشهيرة للمرة الأخيرة في الحادي والعشرين من شهر آب أغسطس الجاري في لندن ثم يصمت لمدة أربع سنوات لتجديد البرج الذي ترتفع عليه على ما أعلن البرلمان البريطانية ترجمة نانسي قنقر